الحروق على الجنوب بسرعة قليلاً لأنه جنوب موضوعه أصغر قليلاً جزين؟ أول شيء جزين لا طبعاً النجم بجزين هو التيار الوطني الحر زياد أسود؟ لا النجم بالأسود هو إبراهيم عزار بل كشخص أوكي، كحزب والتيار كحزب هو التيار الوطني الحر طيار ماروني وكاتوليكي أو صار بحاط الواحد؟ إذا يندعم من حزب الله أو يأخذ شوية أسود أكيد يأخذ ماروني وكاتوليكي إذا ما بيندعم يأخذ بس ماروني؟ بيأخذ بس ماروني كاتوليكي لم يروح للويت؟ لا أكيد لا مش للويت ولكن بيكون قريب أنه يأخذ الكاتوليكي أوكي وضعه للتيار مش مغير كثير بجزين عرفت كيف؟ بس دائماً هلأ بتشوف أصوات لأحد ما بتعرف الترجمة منظبوط صيدة أسامة سعد؟ طبعاً والزهراني و؟ أسامة سعد صيدة والتنظيم الشعب الناصري هو النجم بصيدة طبعاً أدري عمين حاصل؟ أكيد بيأخذ مقعده حكماً حكماً هلأ خلينا نروح على وتيار المستقبل أكيد وتيار المستقبل إذا بدك نروح على هلأ خلينا لك حاصبية نبطية مرجعيون ما معي هون صور الزهراني أوكي صور الزهراني بس خلينا نقبل لأنه أنا حتى أقول أنه أنا من مرجعيون أنا سكان بيروت الثانية 40 سنة بالمصيدة أنا من مرجعيون بس لأقول حتى شغلي شو وضع مرجعيون؟ مرجعيون نبطية وحاصبية بلايك بعد ما وصلت عليهم هادي بالدراسات بس حكماً يعني بعد حزب الله أكيد حزب الله مجال الخرق إذا بتشوف 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 مجال الخرق إنه مثلاً بصور الزهراني ممكن يكون فيه مقعد للثورة 1.44 ممكن يكون فيه خرق على الكاتوليكي ولا شيعي بدك تشوف مسرح الانتخابة يعني نهار الانتخاب كيف بدي يكون الجو ميم بدي يكون قاعد بمراكز الاقتراع وأقلام الاقتراع بكشوف كيف الجو إذا الجو بدي يكون ضاغت إذا قدروا يعملوا دعاية سياسية إذا المرشحين كانوا مرتاحين إذا كان فيه مرشحين بهذه الدواير أكيد حكماً كل واحد له حق يترشح بدك إذا بدك بعد فيه عن ناسور الزهراني قول بصور حزب الله هو النجم أكيد والنائب عناية عز الدين وبالزهراني حكماً يعني ما بدك كثير سؤال حركة أمل هي الأكثر نجومية بهذه الدائرة والرئيس بره صاحب الكم الهائل من الأصوات لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv